هونداي ويك على اوتو فوكس متابعة معنا وأكيد عم نتعرف كل يوم على سيارة جديدة من هونداي والليوم سيارة جديدة من هونداي سأسلم أول شي على التروس دمرجيان يل هو شورو مانجر بفرع فردان هل هو سهلا فيك باوتو فوكس اليوم عم نحكي عن سيارة أول مرة عم نشوفها على شاشات بلبنان يلي هي الفيلوستر توربو 2015 سيارة رائعة موجودة معنا اليوم بدي تركك انت تخبرنا اكتر عنا لانه بعرف انت بتعرفك كتير منيحة السيارة هذي اول مرة عم نشوفها على شاشة سيارة هي هنا على شاشة الامتي في الفيلوستر 2015 توربو خلان نحكي اول شي بمانو فليب عم نشوف السيارة هو اول شي خلان نحكي عن اللون المات اوليجينل جاي من الشركة اللون المات في عندك غريت للألوان في عندك اربع ألوان المات فيك تنقل السيارة كمان بمانو عم نشوف الجنب السيارة فيه تيكون سبورتي لوك بمانو قبل مرة حكينا عن الفيلوستر العادية هلا بان نحكي عن الفيلوستر تورو تجي سايد سكورتز جنوطة 18 جاي غريت مع كروم تتش بقلبك حلو الكونترست جيد حلو اكيد عم بيكون كونترست مع السيارة اولا اذا بان نشوف من قدام هاي الكالندر قدام البولد بلاك بيج هاي اللي بتخلي السيارة تكون ميزة عن الفيلوستر البيزي تريد مارك الفيلوستر توربو عم نحكي اكيد وستاندرد كمان كلهم بيجو مع اليدلايت وفوغلايت موجود كمان اكيد Panoramic Sunroof عم نحكي للسيارة مريتها كهرباء مع side repeaters مريتها كمان بدبوا على الكهرباء ال اهم شي اللي بان نحكي في ليبها سيارة هو الانجن نحكي 1.6 لتر بو 200 فورس بو يعني اذا بقى قوة دفع كتير مهمة بالبادي صغير يعني متل ما بيقول الفرنسيوية ستكون بوم بينات ويقوله لحول السيارات اكيد اذا بقى ناخد بالكمبيتشن هي اذا بدك تاخد هالسيارة 1.6 لتر انجن عم بتكون بس باور توريت باور ليتر يعني عم بتولد مم ستة وعن حصانا باور ليتر يعني عم بتعديك ريشو كتير مهم بقوة دفع بقوة الانجن وكباور كمان كتير قوي عم بتكون بما انو وصلنا لورا فيليب خلينا نحكي اول شي عندك النوماتاتور توربو مكتوب عندك الديول مفللز المبرومين تجي بالنص اكيد مع السنسر مع هال الفتحات اللي منتحت كرميل تخرق الهوى اكتر اكيد الريل سبويلر موجود شكله كتير حلو كمان جايع ويتابع اكيد مع البانوراميك سنروف كله سواب سيارة رائعة صراحة خلينا نفوت على المكسورة جوه اول شي بما انك انت عم بتسوق سيارة سبوه مش ضرورة تستعمل مفتاح بيكبس بوش بطن تقبص تفتح البيب هلا عم نشوف الانتيرير اكيد الطابع التوربو كل مرة بيكون من جوه بيكبس بطنقية ازرق واسود مثل السيارية اللي نحن موجود هنا بيكبس بطنقية بيكبس بطنقية بيكبس بطنقية بيكبس بطنقية بيكبس بطنقية ما بنى نسمى تبترونيك على التوربو هي الا اسمها شيفترونيك شيفترونيك يعني الگير رايشو اقوى من العادية لان عندك قوة اكتر صحيح اكيد الراديو اندر تتحكم من ديركسيون جاي فيها نافيجيشن كمان على الهي اند فيها اوتوماتيك كلايمات كنترول اكتف ستيرينج ويل موجود كمان موجودين موجودين الطابع الرياضي والعصري للسيارة الفرش الكهرباء موجود في اشياء زيادة كمان في نساج مرتب كتير حتى مجوه الاسبار الستيشنج جايين كتير حلوين متل ما حكينا في اشياء غير ديتيل خلينا نحكي عنه مثلا اذا انت بالشاتوية عمت سوء ديركسيون فيك تعملها كراسي كمان على الهاي اند اللي عم نحكي عن السيارة كل شي اللي انت تتخيل بسيارة كبيرة موجودة بها السيارة السورتيفة الصغيرة اكزاكلي سورتيفة وحلوة وشبابية ومش بس شبابية لمي من كان السيارة صراحة بس خايف تقول لي سعره صراحة مع كل هدول القصص بتصور سعره هتكون غالي نحنا هادي الفيلوستر خلينا نشدد انه هاي السيارة بتجي تري دور وان دور وان دور خلينا كل مرة نقول عن هذا الموضوع ميل ترصيف تطلع العلم مش دروي نايم الكرسي تطلع كنا نحكي عن سعر هادي السيارة اللي معروضة هون الفيلوستر تيربو حقه 35000 مسجلة خالصة مع التفاة واو وهي سببا سابقه 31.5 يعني مثل هم نقول تيربو تيربو 31.5 ربدي ألاك شغلة كامان كل زبوناتنا كل واحد يفوت على هونداي بيكون فاميلي من الهونداي كل واحد عنده هونداي الفيلوستر البايزيك او ال 1.6 نحن عاملين very special rate اذا بدون يعملوا trade in فى عندهم special دين على ال Veloster Turbo نو متر اي سيري بدون يخطم منا خلنا نحكي كمان نحن عن هالسيارة كمان حيالة واحد فيه يعمل test drive للسيارة يمرو على اعرب شهرهم يلي انا بمرو يعمل test drive للسيارة بلس بما انك عم تاخد هايك سيارة بها تامل مينترنس مش ضرورة تنزع للجارج نحن بميزنا عن غير شركات عنا 24 7 موبايل جاراج سيرلس بيجرق ديم الفير بيعملوا ريديزيون او ما عنده وقت بيجي عشية حتى السيارة الساعة صباح بيستينها للصباح بيستلماء عم نين كل شي تشيكب لسيارة Thank you so much عكال المعلومات سراحة سيارة رائعة Veloster Turbo لأول مرة برجع بلنكم عم نشوفها على شاشة ال MTV وأكيد باللبنان فأكيد توجهوا متماقلكم على شورومز اللي موجودين بكل أنحق لبنان تتعرفوا أكتر عن سيارات يونداي أنتو تستريدون أكيد تزوروا موقع wheelers.me حتى تعرفوا عن كل السيارات في لبنان وبالعالم العربي نحن بشوفكم بحلقات تلاحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر